تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 481 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 228 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 145.5 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 709 قضايا من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و 121 قضية خبز غير مطابق المواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 101 طن أقماح محلية